أستاذ إبراهيم ربيعي أنت مرت على أجيال كتيرة جدا مين الأسطورة بتاعتك في الكورة؟ لا محمد صلاح واللي يقارن دايب يعني سيد كابتن سيد عبد الحفيز وأنا يعني باحترمه الرجل نجح في النادي الأهلي طلع قال إن قدام محمد صلاح مشوار طويل قوي عشان يقرب من كابتن الخطيب طبعا كانت الخطيب ده إله الجمال في كورة القضاء ملاش إله أيقونة النجومية في التعامل مع شباك المرمى يعني أنا حب أتفرج عليه وزي ما تكون أنا دايما أقول الخطيب ده يعني كان بيجيب أهداف زي ما يكون كله عضلة مرفصلة عن العضلة التانية لما يكون يبذل جودا كان بكل أطراف أدمه يحط أهداف حاجة أسطورة بس أما نيجي نتكلم بقى في أسطورة مصرية عن نتكلم عن محمد صلاح ويمكن عشان مشوار ملعبش أهلي وزمالك هني مين؟ ملوز ظهير ظهير إعلامي طبعا يعني علب جريشا دلوقتي يقول لك إيه أحسن واحد لعب برأسه في البرامج كله أسمعه يقول لك فلو جمال عم حميد مش عارف مين وآيمن شاقه مش عارف مين في الآله وفلان وينسوا علب جريشا علب جريشا ده هو فاكهة ضربات الجزاء ضربات الرأس سوري ضربات الرأس فاكهة ضربات الرأس هو لو كان بيلعب في الآله والزمالك كان زماله أسطورة كان زماله تعمل له تمثال علب جريشا بقول لك البرامج أو واحد بيتكلم عن الناس الذين يجدون ضربات الرأس فييجي يلفوا على نجوم ما يجيبوه السرطه تعالف مين ببيجيش سرطه برضو طاربو زيت طاربو زيت أصلي دي بعت تخنف في زوريق تانية مش عاوزين نتكلم فيها هو وقتنا خلص أساسا بس طاربو زيت مرضونا النيل طاربو زيت طبعا نجم ده جاب بطولة لوحده آه نجم يعني بص مش حكاية انت بتقول للزيارة والفرش والساجد الحمرة ما هي دي المسكنات انت لازم تتقلص من المسكنات لازم تتعالج لازم تروح وفي دكاترا كويسين يقعدوا كده ويقولوا ويقولوا آه أو لأ ويشوفوك وعندك ايه وإيه السبب الكلام ده مش الدكسبرين موسيقى